تعطع الصحاف الجزائر او يتطور او بارام يخدموا او باعم يديروا باما دين شوز الحق كان دي تليك لي خصوصي بري من الحمدولي له لا باش ما كاش واحد اللي قوم بالواجب دياله ولا يكون درولي ولا تم قاعد تم تخوش الدك معرفة ولا مجهوزه ولاكش المدسان دي فيام بادي زور انصر المدسان الاقل الى ان دمير دورطار وانتروح تلقى غال معرفة جايزة غال معرفة غال معرفة هذا مكان ومن ما عندوش معرفة يسوفري من التسعينات الهول الحمد لله كمارانا شوفه ذروك انا خلش عامل يفت كالي راديو كاليزانانيس كاليزانانيس في الجزائر كتصرف دوام هرودان العالمين ما كاني عطباني ولو ما يعونوش الناس وما يخدموش عن الناس اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام لعدد جديد من حصة ابعاد في هذا العدد مشاهدين الكرام سنقيم فيه ملف قطاع الصحة في الجزائر وما عرفه من مكتسبات وانجازات وما تخلى له كذلك من اختلالات ونقائص خلال 15 سنة الفارضة اذا بعدما كان قطاع الصحة في الجزائر ينتظر في قاعة الاستعجالات وهو يعاني الاما واوجاعا في هياكله ومفصله ازادت اوضاعه سوءا وخدمته تدهورا وهو اليوم يرقد في غرفة الانعاش حالة قطاع الصحة في الجزائر ادت الى تسرب اليأس والاحباط في نفوس المرضى وجعلت من المواطنة يدعو الله عز وجل جهارا ونهارا ان لا يكون في حاجة لخدمات المستشفيات الجزائرية سوء التكفل الصحي رداءة الخدمات البيروقراطية اللامبالات نقص الادوية اضربات واحتجاجات وامور اخرى هي حالة الصحة في الجزائر وهي يوميات المواطن مع هذا القطاع الذي عجز عنه كل الوزراء المتعاقبين عليه من تشخيص دائه وتوصيف علاج ناجع لمرضه ولكن في المقابل بالرغم من اعتراف المختصين بنقص فعالية القطاع الصحي في اداء الخدمة التي يأملها المواطن الى انهم لا ينكرون الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من اجل تحسين القطاع فسياسة انعاش القطاع حققت بعض المكاسب التي يلمسها المواطن جليا حيث تركزت السياسة على تحسن على تحسين الخدمة الجوارية في مجال الصحة من حيث التشييد والتجهيز المستشفى الجزائرية تم تجهيزها باحدث الوسائل المتطورة كما تم تعميم المؤسسات الاستشفائية بالمناطق النائية اذا المشاهدين الكرام نستعرض اهم النقاط التي يرتكز عليها المعارضون والمدافعون لملف القطاع الصحي في الجزائر نبدأ بسيد محمد بوخرس وهو الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكلا من المنتقدين لسياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال في قطاع الصحة يقول ان الجزائر الاسوأ من حيث التغطية الصحية في المنطقة رغم انها الاكثر انفاقا على القطاع النقطة الثانية وهي ان هناك سوء توزيع الاطباء المختصين على التراب الوطني النقطة الثالثة الجزائر تعيش مرحلة وبائية انتقالية وتشهد امراض واوبئة واوبئة الدول النامية والفقيرة والغنية معا رابعا العلاج في المناطق الريفية يعاني من ندرة في التجهيزات والادوية والمستخدمين الاخصائيين اما المدافعون لسياسة رئيس عبد العزيز بوتفليقة في القطاع الصحي وعلى لسان السيد سعيد عياشي وهو طبيب وعضو اللجنة المركزية بالافلان يقول ان عدد الاطباء الاخصائيين والعاملين في القطاع ارتفع من خمسة وخمسين الف من سبعلاف ومئتين وربعين قبل الف وتسعمائة وتسعة وتسعون الى خمسة وخمسين الف عامل يقول بان المستشفية الجزائرية مجهزة بتجهيزات تقنية وكوادر بشرية ذات مستوى عال النقطة الاخيرة ويقول ان هناك تحس كبير في اجور العاملين في قطاع الصحة اذا مشاهدين الكرام كثير من التحليل والتفصيل حول الموضوع مع ضيوفي في الاستوديو ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عودة مجددة الى الاستوديو لمباشرة النقاش حول ملف قطاع الصحة في الجزائر ما هي المكتسبات التي حققتها الصحة في الجزائر وما هي الاختلالات التي عرفتها خلال خمسة عشر سنة الفارطة اذا مشاهدين الكرام لمناقشة الموضوع وإثراء النقاش يساعدني نستضيف بالبلاطو السيد سعيد عياشي وهو طبيب وعضو اللجنة المركزية بالأفلان مرحبا بك سيدي سلام كما يحضر معنا كذلك سيد بوخرس محمد الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكيلة مرحبا بك مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير ونعود قطاع الصحة في الجزائر قطاع مريض يحتاج بدوره إلى علاج وإلى إدخاله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عميقة ومستعجلة لاستئصال الورم الخبيث الذي ينهكه منذ عقد من الزمن فليس هناك قطاع يثير سخط وتذمر المواطن من بين كل القطاعات كقطاع الصحة بالنظر إلى حساسيته وعلاقته اللصيقة بالمواطن وبالنظر إلى ترد الخدمات التي يقدمها والأوضاع الكارثية التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية في مختلف ولايات الوطن المواطن الجزائري يردد يوميا وعفويا الصحة قبل كل شيء لكن المستشفيات الجزائرية لم تعد تقدم له خدمات لعلاج صحته بل بات المواطن يدخل المستشفيات بمرض ويخرج منها بأمراض عديدة وأضحى يشعر بالمرض بمجرد ما يعرف بأنه في حاجة إلى خدمات المستشفيات الجزائرية وإن كان المواطن الذي يقصد المستشفيات مرة أو مرتين في السنة يعاني الأمرين فإن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يقصدونها يوميا ودوريا فحدث ولا حرج وستتضاعف هذه المعاناة وتزداد بالنسبة للمرضى بالولاية الداخلية والمناطق النائية والمعزولة ولكن في المقابل الدولة وفرت جهوداً كبيرة للنهوض بقطاع الصحة ووفرت ميزانية تعتبر من بين أكبر الميزانيات سهمت في القضاء على الكثير من الأمراض التي كانت منتشرة في السابق كما سعدت الجهود المبذولة في رفع حظيرة القطاع من المؤسسات الاستشفائية وتقريبها من المواطن في المناطق النائية كما ارتفع عدد الأطباء العامين والمختصين إلى مستوى لا بأس به فقد بلغ عدد الأطباء والأخصائيين والعملين في القطاع الخاص خمسة وخمسون ألف سنة الألفين والإثنى عشر مقابل سبع آلاف ومئتان وأربعون قبل سنة الألف وتسعمائة وتسعة وتسعين أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام سنبدأ النقاش بك سيد سعيد عياشي وأنت طبيب وعضو اللجنة المركزية في الأفلان يقالوا أن الصحة مريضة في الجزائر وهي الحالي تعالج في المستشفى ما هي أحوالها إن كنت زرتها شكراً على الدعوة وخليني سيد راشيد نذكر بعض النقاط لبدون شك مشتركين فيهم كلنا نقطة الأولى تبالي هي أن الأمن الصحي هو جوز هام من الأمن الوطني في حيث أن كل جزائري وكل جزائرية قادر يصبر أمور كثيرة ما يصبرش لما يخص العلاج في عائلته كما كذلك ما يصبرش إنه ما داش حقه أمام العدالة كما ما يصبرش إذا ولده ما كانش في المدرسة هذو ثلاث قطاعات أساسيين لكل مجتمع متحضر نقطة ثانية نتبالي من اللي نحن نذكرها هو هذا الحق في العلاج هذا الحق في الصحة هو حق دستوري لكل جزائري وكل جزائرية وبالتالي من حق كل جزائرية وكل جزائرية أن يحتج لما يكون نقايز في هذا القطاع النقطة الثالثة هي بدون شك أنا من الناس اللي يقولوا عندنا منظومة صحية يعني مرضية ومعترف بها باللي من الأحسن كنين في العالم لأنه اجتماعية نحيك كوادر نعم اجتماعية وتتكلف وهذه يعني منذ عقود وهي عقدة ولكن مليح نقوله كذلك باللي أن هذه المنظومة الصحية ما تبنيتش من العدم كنا من العدم حتى لا نغرق في التفاصيل هذه السيد سعيد عياشي أعطيني بصفة مختصرة يعني حال الصحة حال القطاع الصحي في الجزائر اليوم بصفة مختصرة أنا إذا ننظر إلى الأرقام من جهة والوضع هو المواحد نظن بصفة عامة وضع الصحة في الجزائر مرضي نعم سيد محمد بوخرس يعني في الجزائر نقوله أنه صحة قبل كل شيء ما هي حال القطاع الصحي في الجزائر اليوم وأنت كمختص وكناطق للفيدرالية الوطنية لعجزت لعجزت الكلا الحال غير كافية نعم يعني فيها نقايص فيها يدي وسمه حاجة جهزة جديدة إلى خيره وليك النقايص وهذا النقايص إن شاء الله نتكلموا عليهم نعم باش تتحسن نعم فيها نقايص في قطاع صحة سيد سعيد عياشي يعني لنكن صرحة نوعا ما قطاع الصحة مريض في الجزائر قطاع الصحة يعاني كما يعاني المرضى الذين ينتقلون أو يتنقلون إليه ما هي المبررات التي تبني عليها أن تقيمك فيما يخص أنه قطاع الصحة هو قطاع إيجابي أو حقق نتائج مقبولة خليني نقول لك سيد راشيد باللي هذه المقولة قطاع الصحة مريض هي تتبق على كل منظومات صحية في العالم في أمريكا لوباما كير وكذلك يحب يجيب تحسن في صحة الأمريكيين في فرنسا لديهم أحسن في الأربع منظومة صحية في العالم عندهم نقايز كذلك وعندهم تغارات مالية كبيرة ولكن خلينا نهضروا على بلادنا في بلادنا المنظومة الصحية قلت هي تركهم من كل التجربات من 62 62 كانوا عندنا 13 طبيب فقط خلينا بعد نترق الأرقام ولكن حبيتنا نقول أننا اليوم إلى أن نظرنا المنظومة الصحية في الجزائر نقول أولاً وقبل كل شيء هي مأسة على إرادة سياسية قوية ما كانش عند الحكام إرادة لبخل الجزائريين في العلاج الصحي هي كان إرادة سياسية قوية باش يوفروا الجزائريين شروط علاج الصحي مرضي والأدلة كثيرة الأدلة كثيرة الميزانية وزارة الصحة هي الرابعة في الحكومة هي الميزانية الرابعة وهذه ليس شيء للنجمون يجهلوها الأمور الثانية هي أن فيه منذ سنين وسنين الاستفادة من برامج لتنميات كبيرة في القطاع ومن بعد نترقلها ولو سمحت كذلك اليوم كان بحث عند الاختصاصيين وعند المواطفين الساميين في وزارة الصحة وغيرها كل ما الفضاءات اللي داغرين بوزارة الصحة كان إرادة للبحث على حلول جديدة اللي يقدموا علاج اختصاصي لكل المواطنين على قدر الإمكان طبعا والإمكان كذلك نتكلموا عليه لأنه تدريجيين قاعد يتحسن شيء إنفشيين كذلك هو فيه التفزيع وتشجيع فيما يخص الاستثمار فيما يخص منتوج الأدوية كما كذلك وهذا من جهلوش كذلك فيه نصوص قانونية لقاعدة تحسن في وضعية الصحة باش تقربها للمواطن وطبعا تخطيط وبرامج كبيرة نعم نعم شكرا سيد سعيد عياشي سيد بوخرس محمد يعني سيد سعيد عياشي قدم عطانا الدلائل وعطانا المبريرات التي بنى عليها تقييمه فيما يخص أنه قطاع صحة هو قطاع حقق نتائج إيجابية يعني ما هي دلائل وما هي المبريرات التي تبني عليها تقييمك أنت الذي قلت بأنه قطاع الصحة غير كافي قطاع الصحة غير نحقق نتائج غير مرضية في الميدان ما هي المبريرات التي تقوم عليها الأمر سهل الأجهزات كاينين نعم العبد كاين المريض كاين لازم قانون قوانين للصحة هذه وتنظيم هذا وش كاين تتحسن الأمور ولكن كما قال أخ سعيد سي سعيد لازم إرادة سياسية ولكن في الميدان أعطيني في الميدان ماذا يعاني المريض في المستشفيات مثلا أو ما هي أحوال القطاع في الميدان السيد بو خرس محمد مثلا على الأقل فيما يخص عجزة الكلا أو أمراض المصابين بمرض الكلا يعني ما هي المعاناة التي يعانوها في المستشفى اليوم على كل حال نقولوا بللي فيها تحسين يعني كانت وقت ما كاش للمصلحات مصلحات قليلة كانت مصلحات لتصفية الدم قليلة كثرت دركها نحلوا الكلينيك في ريفي نعم كي نحل الانستيتيو ناشونال ديوران ماحد الوطني لكيلا في البوليدا رأى وجد كذلك هل هذا كافي سيدة محمد بو خرس أعطينا المعاناة التي يعيشها المعاطم يعني لا أنا جاي يعني نتكلم عن الحاجة المليحة على كل حال مايش سودة مايش سودة حجم لها نعطيك أرقام على المعال أرقام في الالفين وخمسة كان عندنا مية وخمسة وربعين صندر كانت سبعة لف وربعمائة مريض ونأخذوا المكان نزيدوا رحوا بيض الفين وثمانية زادت من المية وربع وخمسة وولت ميتين وخمسة وثلاثين نعم طلعت لثلاتاش نالف مريض يعني المرضى لحقوا ولكن سابوا المكان باشي نعم وفي الالفين وثلتاش لحقت فاتت ثلثالاف ثلثميات صندر وراهي تقريبا عشرين الف مريض نعم يعني المرضى يزيدوا ولكن ارهم يتبعوهم زيادة في الهاية كل الإصفائية نعم يعني هذه يعني لفورم ذو كبقات لفورم ما نتكلموا عليه يعني عندنا أجهزات كما معنا صبيطارات عندنا هذا الوسمون ولكن وشتروا صاري الداخل نتكلموا عليهم نعم أتكلمنا على وشتروا صاري الداخل سيد محمد بوخرس نحن الحالة يعني كثير الأولى الأولى يلزم نحاول نجو على الإجراءات كين قانون قانون تاع 85 05 نعم يزم قديم 16 فبري 85 يزم يتغير قانون الصحة ولكن أعطيني في الميدان ماذا يعاني المريض السيدة محمد بوخرس ماذا يعاني المريض اليوم في المستشفات الجزائرية يعاني المريض الأولى الاستقبال جميل الاستقبال ما هوش كافي ما هوش في المستوى ما هوش في المستوى واحدة كين هذا تلقوا الخدمة لطبة الإهمال إهمال إهمال لطبة لباراميديكو إلى خيره إلى خيره إهمال ما يحضروش غيابات متكررة نعم نتكلموا ثانيك على العاصمة وعندنا أوليسيا شويتوا على المركز على الربعة يغلق وسبطارات ما يقولون ناش حاجة أخرى صحيح نعم عندنا الأدلة يغلقوا على الربعة ويبعثوا المريض كي يجي المريض يكتبلو شير كونفرير يعطي له ورقة يقولوا رح تشوفوين دوي يعني مركز كي يجي المركز جامعي يقولوا موضوع صعيح هذا وين كان المسؤولين هذو اللي شف دو سيرفيس ولو يستعملوا السيرفيس انتو ك ملكية خاصة صح ملكية خاصة كي يجي رايح يغلق المفاتح يغلق المفاتح ما كاش الماشينات ما يخدم ما يدموش لييرا ما يمشيش إلى خير ولكن يمشي لحبابهم واصحابهم هذه الحالة يجب تتغير تتغير باش المواطنين يكونوا في نفس والمواطن كي مقال سيساعد كي يجي للمستشفى ما جاش يطلب جاء مريض ما جابوش 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 الخير يعني كي يجال فما يجب تكون شوية إنسانية من عند هذه العيبات باش يستقبلوه يا سيدي الضحك باطل كي مقال باطل يستقبلوه ولكن يجب نعود أن نرجعوا أنظيمة يجب تتنظم الحالة تتنظم أنجموش ونهارنا تتحسن نعم سيد سعيد عياشي يعني سمعنا لسيد بوخرس محمد تكلم عن الأحوال الرديئة التي تعاني والوضعية المزرية التي تعاني تعاني منها المستشفى الجزائرية والحالة يعني المأساة التي يكبدها المواطن الجزائري وهو في المستشفى الجزائري تكلم على سوء التكفل الصحي تكلم على رداءة الخدمات تكلم على البيروقراطية تكلم على المبالات تكلم على نقص الأدوية تكلم على الإضربات الاحتجاجات يعني هذه حالة الصحة في الجزائر اليوم كيف يعني من أين أتيت بتلك الإنجازات وتكلم المكتسبات التي تكلمت عنها قليل وكأنه ما راناش نتكلم على نفس الميدان أو ما راناش نتكلم على نفس البلد في الجزائر اللي هي الجزائر لا رانا نتكلم على نفس البلد ورانا نكون في الجزائر ورانا نكون العايشين الحقيقة. ولكن لازم نفصل ما بين الإرادة السياسية لجمال رئيس الوزير إلى المواضفين الساميين. لعندهم ورقة تاريخ لضمنه ويوفره الصحة للمواطنين. هذه إرادة سياسية. تركيب قاد تطبيق في الميدان وسيمو حمد تركليه فيه بزاهم البيروقراطية. وش كاين؟ ما هي الوضعية؟ درهم كاينين موجودين وبالكترة. قلنا الميزانية الرابعة في الدولة. من جهة أخلاف الموارد البشرية موجودة. الأطباء بعدد يعني محترم معتبر. والمؤسسات المستشفية موجودة كذلك. وش بقى؟ بقى النظام. لأنه في وقت ما جهنا باللي الهدف من هاد كل المراجع هو المريض. باش نعالجوا المريض. أهمنا نوعا ما هاد شهاداء. وهذا جهي من المنظوم السحية لسهرين الليل مع النهار. فيها ما زلنا من حاسن إلى أحسن. ما زلنا فتح حسن في مرحلية لما تكون إرادة. ولازم يكون تكون صرامة. لازم يكون انضباط. لازم يكون القوانين. لازم يكون النصص. هذا كل ينضم القطاع باش يجي بنتيج مرضية في فايدة المواطنين. نعم. كنت تضيف؟ نعم نعم نضيف حاجة. أنا شيء اللي قلت وانا هو منه جاء كذلك. جاءنا عنده حق المواطن قلنا في العلاج الصحي. وعنده حق باش يحتج باش كل مرة يكون في تحسن أو في نفس المستوات على العلاج اللي يقدم للناس عبر العالم. بلك بعد لحظاتنا هدلوا على سرطان. نعم. سرطان اللي عنده مشكل وجابت الصحافة كل بقوة وطرقوا لسلطات باش يلقوا الحل. هذا كل احتجاجات تلك المواطن جده مقبولة. جده مقبولة. هذا حقه. حقه. ولما ما يلقاش باش هذا الحق يلبيه والرغبة نتاعه. طبعا يحتج. نعم. السيدة سيد عياتش تتكلم وكأنك تقول بأنه حقيقة أن قطاع الصحة مريض في الجزائر. وإن لم تشر إليها مباشرة. أعوذ إليك سيدة بوخارس محمد. يعني سيدة عياتش يتكلم على التوفير الدولة لكل الوسائل ولكل الإمكانيات فيما يخص قطاع الصحة. يقول بأن ميزانية قطاع الصحة تعتبر رابعة من حيث الميزانيات. من حيث التسيير الميزاني على القطاعات الأخرى. يقول بأن هناك إرادة سياسية قوية لتحسين وتطوير هذا ورقيب هذا القطاع إلى مستوى مصاف الدول المتقدمة فيما يخص العناية الصحية. يعني إذا كانت هناك الإمكانية المالية والمادية. وهناك تجهيزات. وهناك تشييد لمؤسسات إشفائية جديدة. اليوم ماذا نعيب على قطاع الصحة؟ سيد سعيد محمد بخرس أستمع منك الجواب بعد الفاصل. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. عودة مجددة إلى الأستوديو لمتابعة النقاش حول ملف قطاع الصحة في الجزائر. ماذا عرفه من نتائج ومكاسب وما هي الاختلالات والنقائص خلال 15 سنة الفارطة. إذن قلنا يحضر معنا سيد سعيد عياشي وهو طبيب وعضو اللجنة المركزية بالأفلان. كما يحضر معي كذلك السيد بخرس محمد الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكرة. السيدة بخرس محمد توقفنا قبل الفاصل عند السؤال حول أن الدولة وفرت كل إمكانيات المالية والبشرية وكل التجهيزات الضرورية لكي تكون قطاع صحي في المسوى. يعني ماذا تعبون على قطاع الصحة في الجزائر؟ لكل إهال نتكلم ما جينا نشتمو ما جينا نحسبو الناس ولكن نتكلمو على حقيقة مرة ولكن حقيقة. الناس كاملا يتعاني الناس خاف ما ترحش للمستشفيات يعانيو. يعني خافوا من المستشفيات واحدة. ثانيا كالنقائص تكلمنا اليوم. نتكلمو ذلك على أمراض الكيلة. مثل كمثال نعم. أمراض الكيلة. الأولى نتكلمو ذلك. نعودو نرجو. ما كان حتى قانون لهذا المرض. ما كان حتى قانون. ما كان حتى طبيب لينجم دار القانون. الوزارة هذه غيبة في الميدان. وحقيقة غيبة في الميدان. ما كان حتى تكلمنا معهم. ما كان حتى تعطينا لهم الدوصيات. وعلى الأسف غير يتغير وزير. كل شيء يتغير. نحن لا نشتمو. ولكن الحقيقة. يتغير وزير. نعاودو من دارة وجدة الوزير الأخرى. نعاودو نطلبوه باش نفهموه إلى خير إلى خيره. الدوصيات هذه اللي اطيناه من الأول. لا يسيبهم شي. نعاودو نعطوه الثانيين. نعطوه الثالث إلى خير إلى خيره. دو قلنا ما كانش قانون. قوانين لهذا المريض خاص. ما كانش الوقاية. ما كانش في الجزائر. فهذا المريض. هي قاعد المرض على كل حال. ولكن هذا المرض. خصوص على. لماذا؟ هذا المرض. هذا المرض مخفي. ما يبانش. ما فيه لا استر لا حاجة. لا حتى سمطوم. نعا. كي يلحق الإنسان ينتفق مثلا. يلحق للموت. يلحق للموت. لذلك الوقت يفقوا به. لازم له تصفية الدم. هذه الوقاية. نعم. ثانيا. الأسويفي. تعال المريض هذا. هذا تصفية الدم إلى خيره. ما يجتندر قانونيا. ما يجتندر قانونيا. سوى في المستشفيات. سوى عند العمو. البريفي. عند الخواص. نعاودو نجو. خلش مكش قوانين. حلوه. خلهم يدير وش يحبوه. حلوه. حلوه. كنتين. سنين. و هذا المرض. كين خاصين. طباء. كما دياتيسين. دياتيسين. كما دياتيسين. لذلك العبد. يجب له. يجب له. يجب. يعني. يعني. أموني. العبد هذا. كل واحد عنده. مثلا. مكاش. دي نفرولوك بيدياتر. تاع دراري. يعني. دراري ما رامش. علجوهم كي ميزم. وعالاسف. هدى دراري. مموتو. نا. هذا ولادنا. على كل حال يلزم نهتمو بيهم. مكاش. لبسيكولوج. البسيكولوج ميجيش يسو في المرضى ذو. ماشي من نو. يعني. عدد حجزة النشاطية المتحدث التي يتحدث عدد على نفس المجال في حجزة المستخدمة وعادة هذه المرض لا تكون المرض خطير فهو العلاج الثقيل الثقيل هل نتعلم انتظار كيف يدعو من الأدوية من الأدواء نحاو بممات الانستيزيونت لمن الأنستيزيونت للناس الضعاف و الأنستيزيونت نحاوها لك هذه حاجات الليكس يعني حرام عليهم ويجعلوا هذا كذلك الهجائب العباد ميتسا و البراميديكال لا يشاركي لهذا المرض البراميديكال يعني الانفيرمي يجيبوهم لأي سيرفيز كالسيرفيز يكون ديسيبليني ويبعثوه للدياليز لتعلم في المريض ويتعلم في المريض تدخلوا اللي باري خشان في يده أهل كلهم اللي فيستيولي في يدهم ولا فيستيولي والمريض يخلصها بمكتوبه وهذه الحاجات أن يكونوا تكلموا عليها لا طبّا وجدارو على كل حل على قد كنت تكلموا على الحقيقة مرة على طبّا لي خدموا في المستشفيات كي يجيبوهم لأي سيرفيز لأي سيرفيز هذه الحياة المريض كي يدخلوا دمه ويخرج دمه للإجازة هذه طبّا لا يديرها لوش في المستشفى يقولوا روح لك لاني كتاعي ولا تعزوجته ولا تعصابه كي يديرها له ويخلص من العشرين ألف دينار حتى الخمسة أربعة اثناش أربعة اثناش أربعتاش مئة واربعين ألف دينار نعم حاضر كي طفلة جات من الورقلة خلصت لها في استيديو وبابها خلصتها أربعتاش مليون يكفي يعني معاناة كبيرة نعم معاناة كبيرة يعيشها المواطن الجزائري في المستشفيات سيد سعيدة عياشي يعني تقرير للمنظمة الصحة العالمية تقول بأن الجزائر بعنوان تطوير فعالية نافقات الصحة تقول بأن الجزائر لم تحقق الأهداف المحددة في مجال القطاع الصحي وتقرير آخر يقول بأن الجزائر القطاع الصحي في الجزائر هو القطاع الأسوأ بين القطاع الأسوأ بين الدول الجوار يعني بالرغم من هذه النافقات الكبيرة التي تتكلم عنها يعني مستوى الخدمات في الجزائر متدني جدا ونشوف أنه دول جوار شرقا وغربا هناك يعني مستوى معين من الخدمات الصحية مقبولة حتى أن الجزائريين يسافرون شرقا في دوريات نحو الشرق للعلاج يعني ألا ترى بأن هذا هو عين الفشل لما تكون ميزانية ضخمة وفي المقابل نلقى خدمات رديئة أو بهذا المستوى المتدني من الخدمات أليس هذا هو عين الفشل شيء يتقدم بها سي محمد صحيح صحيح مع التحفظ مني أنا من عموهش باش كل أطباء هكذا وكل مصلحات هكذا ولكن هذا واقع وهذا من الأمور التي تتك وهذا غير فيه مرض واحد العزل الكيلة شوف المشاكل التي تخلق منه هذا مرض واحد فما بالك الأمراضات والأمراضات 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 التي تتلقها وتقومها المواطنين والمواطنات ولكن هيا بحثوا على السباب تعد الحالة هذه كنا دراهم موجودين المختصين يعني هذا هو عين الفشل سيد سعيد ما هو عين الفشل؟ عين الفشل لما تكون ميزانية ضخمة ميزانية ضخمة أموال كبيرة جدا وفي المقابل وفي المقابل خدمات مترسلية هذه شكل المشكل عيننا قول حل المشكل هذه ما بقى وقلنا كين الدرام كين الناس كين المؤسسات الهيئات المستشفية والنتائج ليس مرضية ليس مرضية كين المشكل مشكل ما هو النصص ترق لها سيد محمد وحنا قلنا بالنصص على ما يبدي رأي قاعدة في المراجعة باش تتقدم للمجلس الشعبي الوطني طبعا لازم الروبينغ لازم الضغط المستهلكين باش النصص يكونوا يوافقوا مع الواقع لازم كذلك تكون انضباط في العمال سواء يكونوا أطيبة أو شبه أطيبة اكساسية هذا المنظومة الصحية اللي لازم تتراجع باش توصل النتاج جوارنا اللي تتحكي عليهم عندي مش نفس الواحد أنا نذكرك باللي عنده ثلاثين سنة إخواننا في تونس كانوا يجيوا يقرؤوا عندنا واليوم اللينا رح يقرؤوا عندنا هذا يحب يقول باللي المشكلة عندنا في التنظيم الصحي عندنا في الإجراءات اللي لازم ناخدوها باش نحسنوا هاد الأمور إذا كان نحكي وإحنا على أطيبة اللي يخدموا في سبيطار ويخدموا البرة ومخدموا على شبه الطبيين اللي يديوا أدوية ويبيعوها في السوق وكذا أولا ما نعموش باش ما ما نديوش دنوب الناس ولكن هذا لازم إجراءات انضباطية اللي تخلي الناس تخدم خدمتها كما يزم الحال ولكن ما بيدنوا له شكل نوصلوا للنتائج المرضية اللي سمحتنا نقول باللي بلاد اللي عندها المؤسسات المستشفى المستشفى كالجزائر إلا سمحت نتكر لك الواحد عندنا غير الأسابيع الأخيرة برك تبرمت صفقة بش يبنيوا عشر مراكز استفافية جميعية كبيرة ومنهم في الجنوب باش حتى الناس الجنوب ما يكونوش محرومين من الواحد وكذلك في السنين الأخيرة هذه كاين محد السراطان في وهران وكاين خمستاش مركز لمكافحة السراطان عبر الجزائر كاين منهم في باتنا فستيف رام ديجا في الخدمة فقسنتينا رام في الخدمة في بالعباس وعنابة يوصلوا في الخدمة عن قريب كاين 22 مركز صحي للمراد العقلية كاين 14 مستشفى للمرأة والطفل كاين 14 مستشفى للحروق كاين 3 مستشفى لأمراض القلب للأطفال والقائمة طويلة ولكن هذا ما نقول نحن نرى في نعمة ونقول ممكن أن نصل إلى مستوى تقديم علاج صحي جدا مرضي علينا أن نكونوا منضبطين ومع كذلك نعرف بعضنا كجزائرين نريد كل حتى المريض مستعجل مستعجل ولكن ليس سيد محمد بخرص لنعترف بما قاله سيد سعد عياشي وهي أمور وأرقام من الميدان لنعترف بأن سيد محمد بخرص هناك إمكانيات وهناك إرادة سياسية كما قال السيد سعد عياشي للرقي بهذا القطاع ألا نعترف بأن المشكلة اليوم في قطاع الصحة هو مشكلة ثقافة هو مشكلة وعي عند الأطباء عند الموظفين في قطاع الصحة الذين يجب عليهم أن يعودوا إلى ضميرهم وإلى وعيهم وإلى نوع من الإنسانية حتى يتعاملون مع المريض بإنسانية وبما يجب أن يتعاملوا معه مدام الإمكانيات متوفرة مدام التجهيزات متوفرة مدام أن الدولة قامت بتحسين المسوى وتحسين المسوى المالي للأطباء والمسوى المعيشي للأطباء اليوم لم يبقى لهم إلا الاعتناء بالمريض اليوم يجب أن نعترف سيد محمد أبو خرص بأن المشكلة ليست مشكلة حكومة كما كنت تتكلمتها ليست مشكلة مكاش أموال أو المشكلة اليوم مشكلة تقافة عند المواطنين وعند الأطباء مشكل وعي ومشكل ضمير المشكلة هو مشكل تسيير وتنظيم تسيير في الهيئة في القطاع وتنظيم في القطاع مع نعم تفضل سيدة محمد بو خرص نحن نعم ممنعش تتكلمت عن الأمراض الكيلة وشروساري ولكن مشكلة انت عيبات لا تتكلمت عن الحكومة حكومة دارت من جهودها ولكن التحت وشروساري ليش على بلغ يكذبوا عليها حقيقة ولكن الحكومة مسؤولة بأن تعرف ما وش راحتين لتحت سيدة محمد بو خرص يعني لا يجب أن ننفي المسؤولية لما يكون الحالة سيبة في التحت يعني ما لازمش ننفي المسؤولية على الحكومة لأن الحكومة يجب أن تراقب هذه الأموال أين تذهب ويجب أن توفر خدمة صحية المواطن في المستوى ويجب أن تراقب الأموال صحة لا تجب أن تراقب العباد ويخدموه يعني كنا نعود أن نرجعه من تحت لبيراميد يلزم من تحت كل واحد يراقب العباد اللي يخدمو تحته ولكن هذا العبد هو في روحه إهمالي كل شيء يهمل هذه واحدة تتحسن طلبه تتحسن وكان الحلول كان الحلول كما قلنا كان العباد كان المادة والمال والأجهزات لازم يعودوا يراجعوا القانون يعودوا يراجعوا القانون نعطيك مثال قانون انتعنا فيه 35 صفحة قانون تاع 85 هذا فيه 35 ما نقولش كون البلاد البلاد جار من جيرنا تونس لا أو المغرب أوروبية نعم نحن نعرف نكوبية وعليش ما نخلقوش لا بيسيكلات شو كفا نغيرها كرسي أو نغيرها هذا مكان قانون تاعنا فيه 35 صفحة تتكلم على دي جينيراليتي قانون تاع بلاد فيه لا بارتي ليجيسلاتيف القانون بالدات فيها ثلثالاف صفحة ولا بارتي ريجل مونتير فيها ثلثالاف وستمائة صفحة في المجال تشريعي ثلثالاف صفحة ومجال تنظيمي نحن على الأسف نحن وعليش نحن نحن وفي كل مادة تقول موضاد من الظلاثة لا تغير يقومون بإمكانهم أن يقومون بإمكانهم هذا المنظمون كثير من الفلاة في هذه الصفحة يعني أن يظهر أن الناس مهتمين بالمرض ومهتمين بالمريض لأن المرض يبين لهم حاجات وهذا القانون يتكلم على زوج أمراض سارطان داخلين في القانون ويظهر أن يظهروا من داخل المشكلة كبير هذا القانون فهذا القانون كما يحبون يقومون بغلاطات يجبون إلى طباء ويقولون أن يقومون بغلاطات الصحة لا يجبون العباد من المجلس تشريعيين ويجبون ويجبون غدوة غدوة يجبون عباد مختصين هذا الشي ويجلسوا ويخلقوا قانون جديد وفي هذا القانون يديروا كل شيء لكي لا يزيد حتى واحد يختلف نعم السيد ساعد عياشي الوقت يداهمنا في نهاية هذا النقاش ألا تظن بأن الجزائر فتحت أبواب جهنم فيما يخص قطاع الصحة يوم سمحت للقطاع الخاص بأن يستثمر في مجال الصحة يوم كانت الجزائر مجال الصحة مقتصر فقط على المجال العمومي أو على الحكومة والدولة كان القطاع الصحي كان ينعم من المستوى في تقديم الخدمات اليوم لما جاء القطاع الخاص نشوفه تدني كبير في الخدمات في القطاع العمومي أما نروح للقطاع الخاص فهي خدمات في المستوى ألا ترى بأن الحكومة والدولة الجزائرية فتحت باب جهنم في القطاع الصحة يومが سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار 地域 الف Todd عنización وخالينا الأطباء يعملوا في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص يتعود أو يقصر يدوي بالأموال ألا ترى بأن هناك نوع من تدمير وتصحير القطاع العمومي في الجزائر أبدا ейчас علينا انظر بهذه الحالة بهذه الصفة هذه غالط لأن مستوى العلاج محكوم عليه يكون في نفس المستوى عند القطاع العام وعند القطاع الخاص ولكن هذه أشخاص واحد يرغب يخدم في القطاع الخاص لأن فلا ربما الأجراء تاعه زيدة ولكن كيف تفسر سيد 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 عياشي كيف تفسر اختلاف المستوى في الخدمات بين القطاع الخاص والقطاع العام خاليني نفسر والأطباء والأساتيدة اللي خدموا في القطاع العام هم اختاروا هذا القطاع لأن فيه دور جميعي دور كذاب باحث العلمي هم مهتمين بهذا الجنب واختاروا هذا وبالنسبة للمريض كذلك كين اختلاف كين اللي عنده دراهم وما يحبش يستنى الموعد انتاعه على شهرين أو ثلاثة هدي موجودة في البلدان حبي يروح للقطاع الخاص لأنه عنده الموعد في يومين ثلاثة وفي الغرفان تاعه يكون وحده وعنده التلفزة بملونة وعنده الورد وفي المستشفى لما رأيت عنده النظافة وعنده مستوى العلاج ولكن المستوى تعلعلاج بحكومة عليه باش يكون في نفس المستوى سواء في الوعد إلا كان اليوم ما كانش في المستشفى العمامي في نفس المستوى على الهيادات الخاصة هو راجع مرة أخرى لتفكك لكين في تطبيق النصص ونبلا هنا نقول لسي محمد بل النصص مهما تكون النصص النصص هي عندها القيمة انتاحة على حسب تطبيق تحاف الميدان النصص ممكن إلى ماذا راجع هذا الاختلاف السيد سعيد عياشي لماذا راجع هذا الاختلاف بين القطاع العام والقطاع الخاص نفس الأطباء يعملوا في القطاع العام يعملوا في القطاع الخاص والميزانية التي توفرها الدولة للقطاع العام أكثر بكثير بكثير من القطاع الخاص ولكن مستوى الخدمات في القطاع العمومي ردي مستوى الخدمات في القطاع الخاص عنده هذا الشيء التي تذكر فيه ياسي رشيد عنده كلمة المراقبة المراقبة على الناس ليخدموا في المستشفى العمومي والمراقبة كذلك في الناس في المستشفى العمومي ماش مراقب يبدو لي مرة أخرى المسألة البيروقراطية هي يخد لك مثال تسيير تنظيم في الدرجة الأولى وتسيير فيما بعد باش نوصلوا النتائج للوحيد نعم الوقت داهمنا سيد سعد عياشي سيد محمد بوخرس أعطيك الفرصة لتقلنا كلمة أخيرة في نهاية هذا النقاش إن شاء الله المسؤولين تعنا يأخذوا باعتبار واشتكلمنا وكان حاجة ثانية نتكلمه اليوم على وزارة الصحة خصوصا تتاصل بالجمعيات كان الجمعيات اللي جاو يعاونوا ويفهموا بالجاو يعاونهم ماشي جاو باش يشتموهم ولا ليا الجمعيات يلزم تكن هما ممثلين المرضى يلزم يكون عندهم حق في هذا في الريفيزيون تحذل القوانين إلى خير مراجعة القوانين إلى خيره خاتش هما على بالهم وين راهي الخلل شكرا لك سيد محمد بخارس وصل الفكرة سيد ساعد عياشي أعطيك الفرصة لكلمة أخيرة أنا من ناس للي رغبتهم لازم المريض يقول لي هو الاهتمام اللول في هذه الحالة تاعة الصحة وباش نوصل نهتم بالمريض ونكون نلبي الرغبة نتاعه ونعرجه بصفة فعالة لازم يكون نضرع في التسيير وتنديم تاعة الهيئات المستشفى نعم شكرا لك سيد ساعد عياشي طبيب وعضو اللجنة المركزية شكرا لك سيد بخارس محمد النطق الرسمي للفيدرالية الوطنية لعجزة الكلمة مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا النقاش نتمنى أن يأخذ المسؤولين كما قال سيد محمد بخارس بعين الاعتبار المعاناة التي يكبدها المواطن في المستشفيات ونتمنى كذلك أن يعيد النظر في التسيير والتنظيم للمؤسسات الاستشفائية والقطاع الصحي بصفة عامة كما قال سيد ساعد عياشي مشاهدين الكرام متابعة طيبة مع برامجي قناة النهار على المحبة نفترق وعلى المحبة نلتقي